أنباء متضاربة استمرت لساعات حول لقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في القاهرة برعاية رئيس الأركان المصري انتهت بالإعلان عن تأجير اللقاء حتى الثلاثاء. التسريبات من كواليس المباحثات تحدثت عن خلافات وشروط من حفتر نقلها للفريق محمود حجازي الذي بدوره يسعى لإقناع فايز السراج بها ومن بينها اعتراف السراج بخليفة حفتر ورتبته العسكرية تعيين حفتر رئيساً للمجلس العسكري وهي الشروط التي يدفع الجانب المصري بالفعل في اتجاه الاستجابة لها. القاهرة وفي إطار جهود الوساطة التي تقوم بها تترقب أيضاً وصول وفد موسع من مجلس الدولة الذي تؤكد مصادر مطلعة أن عدداً من أعضائه هم بالفعل موجودون حالياً في القاهرة. لقاءات تأتي بعد أيام من إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبية. يسعى لجمع التأييد لها من قوى وطنية ورموز سياسية الليبية بمن فيهم المعارضون للاتفاق السياسي بحسب تأكيدات السراجة. التحركات المصرية تأتي ضمن إطار التوافق بين دول الجوار الليبية، مصر والجزائر وتونس للضغط على الفرقاء الليبيين لإيجاد حل سياسي للأزمة.